السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسلام كل بسمعني تعبير عن الاكتشافات العلمية نمط توجيه العلم والاكتشافات العلمية نمط المستخدم نمط التوجيه ووظفت الأمر والناهي والسليب الإنشائية ونصح الإرشاد وغير المؤشرات التوجيه تتعدد وتتنوع الاكتشافات العلمية وأسهمت في عمل نقلة نوعية وإحداث تغيرات إجادرية في الحياة نحن الآن نعيش في عصر العلم والاكتشافات التي سهلت الحياة وغفرت الوقت والجهد كما أنها أنجزت العمال وسهلت عملية التواصل والتعارف ومعرفة الأخبار والمعلومات الاكتشافات سهلت حياة الأفراد والشعوب ولكن غفرت من ناحية أخرى فنجد في المقابل الكثير من السلبيات فعلينا نحن بحسن التصرف وأن نتجه بالعلم نحو تحقيق سعارة البشرية جمعة إياكم يا زملائي أخذ العلم نحو الاتجاه المعاكس حتى لا يصبح العلم وبالا وشقاوة على الجميع فلنبتعد عن صنع ما يؤذي الناس من قنابل ومفرقعات ينبغي أن نستغل ما ينفعنا ونبتعد عن ما يضرنا ويا طلبة العلوم ويا طلبة العلوم والمعارف التزموا بالعلم ولتكونوا ثمرة منقابة بتعليمكم ولنحترم العلماء لأنهم تعبوا وسهروا في اكتشاف الاختراعات بالعلم والاكتشافات العلمية يزدهر الوطن وتنعم الأمم غطقيلة الحاجة أم الاختراع تعبير عن الكتشافات العلمية والتوجيه نضع الخط تحت مؤشرات التوجيه علينا علينا نحن إياكم يا زملائي تحذير ونداء فلنبتعد أمر ينبغي أفعال الإلزام ينبغي أن نستغل ينفعنا في عندنا أفعال دل على المستقبل ويا طلبة العلوم والمعارف استوى بإنشاية أيضا التزموا أمر استوى بإنشاية أمر ولتكونوا أمر ولنحترم أيضا وضع خط تحته ومؤشرات التوجيه شكرا جزيلا على خص الاستماع لا تنسونا باللايك اشتراك ومانت حلول القناة دعم لنا نستمر في نشر المزيد إن شاء الله موضوع جديد عن الكتشفات العلمية إذا أردتم موضوعات أخرى عن الكتشفات العلمية الموجودة في القناة في الضيارات كثيرة عن الكتشفات العلمية نزلتها أنا العام الماضي وليوم هذا العام نزلت لكم فيديو جديد يارب تكونوا تستفيدوا منه ولكن اشتركوا عندينا وكمان اعملوا لايك وفعلوا الجرس واكتبوا الكومنتات واللايكات بترفع الفيديو عاوز الفيديو يترفع مثل الفيديوهات الأخرى باللايكات والكومنتات اكتبوا تعليقات كثيرة ولايكات لرفع الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة